تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم حيث سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسيصاحب بذلك سقوط أمطار متفاوتات الشدة على شمال البلاد حتى القاهرات الكبرى وشمال الصعيد للمزيد من المتابع ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود داني في الصورة ماذا يقول الخبراء عن حالة عدم الاستقرار في التقص ومتى ستستمر في هذه الحالة؟ نعم أرحب بكل أسادة المشاهدين بالفعل كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من اليوم سيكون هناك حالة عدم استقرار في التقص بدأت تحديدا ظهر اليوم بوجود الرياح المصاحبة للأتربة والرمال وسيكون من مساء اليوم هناك توقعات بسقوط الأمطار متفاوتة الشدة وستكون أيضا على أكثر المناطق ستكون على المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى وأيضا ستستمر هذه الحالة الغير مستقرة للتقص حتى يوم الأحد القادم لكن كل التفاصيل ستكون مع الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية دكتور منار بعد التحية طبعا يعني لو تضعين فيئة تفاصيل كاملة فيما يتعلق بحالة التقص وما المتوقع خلال هذه الفترة الغير مستقرة لحالة التقص أهلا طبعا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين أحنا بالفعل بدأنا وكنا نوهنا بالأمس أننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ ظهر اليوم وبدأنا نشهد طبعا نشاط لرياح المثير للريمال والأتربة على كافة مناطق الجمهورية بدأت الرؤية الأفقية تنخفض في بعض المناطق زي مطروح وإلمينيا انخفضت لألفين متر على بعض المناطق طبعا بسبب الرمال المصارى ده كان أول عنصر اللي هنبدأ نلحظه هو نشاط رياح المثير للريمال والأتربة لأن رياح جنوبية غربية سرعات رياح بتكون ما بين 40 وال50 كيلو متر في الساعة فده طبعا بيؤدي لإثارة الرمال والأتربة أيضا توقعنا اليوم مع طبعا ساعات الظهيرة هتبدأ السحب تتكسر على سواحل الشمالية الغربية وبالفعل بدأت الأمطار تسقط على بعض المناطق من الأسكندرية الآن ممكن نوضح من خلال صور الأمار الصناعية إن فيه سحب موجودة بشكل كثيف على بعض المناطق الموجودة في السواحل الشمالية الغربية بعض المناطق الموجودة في شمال الدلتة بالفعل الأمطار بدأت تسقط أمطار متوسطة على أسكندرية مطروح البحيرة كفر الشيخ متوقع خلال الساعات القادمة طبعا استمرار نشاط الرياح المسير للرمال والأتربة واللي هيستمر معنا للساعات الأولى من صباحة غدا بإذن الله أيضا فرص الأمطار في الساعات القادمة هتبدأ تزيد وكميات الأمطار هتبدأ تزيد تحديدا على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الواجه البحري وتكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة وهتكون رعضية أحيانا مصاحبة بتساقط لحبات البرد أيضا الأمطار هتمتد للداخل خلال ساعات الليل وتسقط على بعض المناطق من جنوب الواجه البحري القاهرة القبرى مدن القناة ده طبعا خلال ساعات الليل وبعض المناطق من شمال السعيد وهتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعضية أحيانا دكتور منارح حابب أسأل حضراتك كمان عن درجات الحرارة ما المتوقع هل سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهل سنعاود الارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى لا طبعا الحالة دي انخفاض درجات الحرارة يمكن ده العنصر التالت في الحالة الجوية مش هيكون ملحوظ بالشكل الكبير يمكن اليوم بداية الحالة سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مقوية بنخفاض درجتين عن الأمس غدا نزروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هتكون 16 درجة مقوية هيكون في نشاط رياح هيحسسنا شوية ببرودة الطقس لكن طبعا مش انخفاض ملحوظ زي اللي شاهدنا الإسبوع الماضي في حالة عدم الاستقرار وزي ما بنقول ان غدا نزروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هيستمر نشاط رياح المسير للرمال والأتربة الأمطار هتشمل كل السواحل الشمالية البلاء للبلاد وطبعا كل أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتسقط مع حبات البرد أيضا الأمطار هتشمل غدا البعض المناطق الداخلية من جنوب الواكه البحري القاهرة الكبرى بعض المناطق في شمال السعيد ومع حركة المنخفض مدن القناة وسيناء هتشهد غدا سقوط أمطار على مدار اليوم وتكون طبعا أمطار من خفيفة إلى متوسطة وهتكون رعدية أحيانا أيضا غدا كمان هيكون في التراب شديد فحركة الملاحة البحرية مع نشاط الرياح هيوصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط لخمسة متر مع يوم السبت إن شاء الله هنبدأ نشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية تبدأ زيادة الفترات سطوع عشاعة الشمس لأن احنا يوم الجمعة هيبقى في غياب كامل لأشاعة الشمس على مدار اليوم السبت إن شاء الله هنبدأ نشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية شكرا لحضرتك إذن كما تحدثت الدكتورة منار أن حالة الاستقرار ستبدأ من عدم الاستقرار ستكون من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بدءا من اليوم سيكون هناك سقوط للأمطار يوم الجمعة سيكون عدم وجود أشاعة للشمس نهائيا فبالتالي لابد من اتخاذ جميع الإجراءات والإحتياطات نظرا لسقوط الأمطار التي تحدثت عنها أنها ستكون بشدة بدءا من الغد خاصة على السواحل الشمالية ومناطق الصعيد هذه كانت الحالة الجوية من داخل هيئة الأرصاد الجوية بشكر حضرتكم وبرجع لكم مرة تانية في الاستوديو نعم نناشد المواطنين بتوخي الحذر محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية شكرا لك ولي ضيفتك الكريمة اشتركوا في القناة